إذا ما بحثت عن ذكر الرمان في القرآن الكريم عن فوائده الصحية في المصادر والمراجع ستدرك تماما أنه ليس كذاك الرمان الذي أرسلته ميليشيا حزب الله إلى السعودية والذي يحوي بداخله حبوبا من الكابتاجون المخدرة السعودية أعلنت منع دخول الحاويات التي تحمل الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو حتى المرور بأراضها بعد ضبط أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف حبة كابتاجون مخبأة ضمن حمولة فاكهة الرمان قادمة من لبنان المتحدث باسم مكافحة المخدرات في المملكة قال إن النسبة المضبوطة من المخدرات القادمة من لبنان فقط وصلت إلى خمسة وسبعين بالمئة من إجمالي المضبوطات في البلاد وهو ما اعتبره جريمة منظمة تستهدف الأمن الوطني السعودي الشعب اللبناني لا يزال يدفع الفواتير سمن استخدام حزب الله والميليشيات الإيرانية للأراضي اللبنانية كوسيلة لتصدير المخدرات إلى العالم عبر مرفق بيروت وبالتالي اليوم العقوبات السعودية والخليجية على البضاء المصدرة من لبنان هي بهدف حماية أمن القومي الداخلي والشعب اللبناني يدفع سمن هذا الأمر الكويت هي الأخرى تتجه لمنع استراد الفواكه والخضروات من لبنان إثر القرار الذي اتخذته السعودية ليس ذلك فحسب بل جاء إعلان اليونان عن ضبط أربعة أطنان من مخدر الحشيش قادمة من لبنان مخبأة بشحنة آلات لتصنيع الحلوى تأتي الأخبار أيضا من لبنان عن ضبط معمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاجون في بعلبك شرق البلاد لبنان بدوره لم ينفي هذه الأخبار بل أكد أن الشحنة التي وصلت للسعودية قدمت من سوريا عبر لبنان وهو ما اعتبره متابعون أنه لم يغير في حقيقة الأمر شيء الحقيقة التي تقول إن حزب الله سواء في سوريا أو لبنان قد تحول إلى مركز تصنيع وتهريب للمخدرات إلى الدول العربية وأوروبا وهو بذلك يختزل مفهوم المقاومة والممانعة والتصدي بحبة كبتاجون حشيش الكبتي ديو ولا الكبتي ولا كله جلوها بمبارك شوارع عادي يعني حزب الله إيه